يبعلكم بالركعتين طلب الحاج صبح بحمد ربك وكل من الساجدين لا اله الا انت سبحانك ان كنتم النظيمين فنجيناه من الغام الصلاة على رسوع السلام يكفى همك ويكفر زنبك لا حول ولا قوة الا بالله لا حول لي يا رب عن المعصية وعلى هذا الامر ولا قوة لي بانجازه ولا بالطاعة الا بك انت احنا عندنا الخير كله كل الخير موجود عندنا في القرآن وفي السنة بس المهم نعمله احنا نعمله ونقول فعلا والله فعلا يا سند يا رب يا وكيلي يا رب يا ولي يا رب مليش دعو بتاعتك هي عندك سبحانك مليش دعو انا علي ايه ازبك حالي في العبادات هو ده اللي علي والنطل الاساسية اللي احنا بنتكلم فيها انك تحط مصدر اسعادة بشر غلط مش عايزين الكلام ده احنا مش عايزين الكلام ده والله 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 ولا لكو خلاص في الدنيا الا بالقرآن والصلاة والعبادات ولا لكو خلاص باي قضاء اي طلب حاجة انا اعرف من الشباب والله من الشباب ولسه شباب عشرينات يوما ما بيعوس حاجة ابو السلاقيهم راح راح فين يا ابني انت ولا فلان ولا فلان ولا كنا مسلا في اجتماع ولا بتاع يقضى يقضى يعني بيجيب لي سطر كده حد بعيدلك سطر ما بيفتحش مهنج من كطر رساق ابو السلاقي مسانجر بيرن وجاء كإني بقى فين الصوت فتحت فتح فتح المسانجر اه ربنا صحاني عشان فلان ربنا صحاني علشان فلان تقول لي لسه قيمة من على سجدتي حيانا الساعتين بالليه لسه قيمة من على سجدتي بدعي ربنا يا رب هلا سنين ترد علينا ربنا الناس اللي في كنف ربنا كلنا عارفون القصة بتاعت احمد بن حمد لما راح يجيب حديث من بلد خلاق البلد في العراق وقفلوا المسجد قالوا هم بتقفلوا المسجد ليه نام في المسجد انا غريب قالوا لا احنا بنقفل المسجد وقفل المسجد وقعد بره والدنيا بتشتي ماعد راجل الخباز قال له اقل هلðه بو pendده مستني لان نمכ يعني لم في دياش مكان و المكان قالوا تعالى يتععبليل عندنا واكرموا بتاعه وقال ايه اقل للخباز دة ايه حاجة تعمر لéisه سبح هو الله الا 오케이 قالو انا بقول سبحان الله ولا حول الا قوات الا بالله سبحان الله والحمد و الله ولا يلا ideia الله ولا حول الا قوات الا بالله قالو نفسك في ايه بالدنيا قالو انا اشوف احمد ابن حمد قالوهم ربنا جابه قليك جرجرة ايه . ربينا يسخر كله ولعبده المؤمن زوال الكون اهواً على الله من اللوه لا يستجيب لعبده المؤمن لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنبعد عن الدين وعن الامان نبعد عن الطاقس وعن الصلاة sponge يعني يعني هو يستجيب اوعставوا cierto ابقوا hebدا اوعّت اس хочет ابقوا له لا ربنا مش هيستجيب افا من يجيب المضطار المضطار هو الكافر الكافر ربنا لو هو في حالة اضطرار ودعه ربنا هيستجيب له انت بقى ياللي بتقولي لا اله الا الله مستقتره وتغفر له وتتأولي على الله وسوق ظمني في الله ان ربنا مش هيستجيبه ما دي كارثة برضو يا جماعة يعني الفكرة في الاول وفي الاخر ان انت عندك اصل مفاهيم غلط وما بتعملي ما تزعليش الخير لا يعدمي الخير وما باقولكيش خليك دايما معيش دور الضحية او ارفعي سقف توقعاتك من ليه لا ما ترفع سقف توقعاتك لله يا بنتي يا رب بقى الفردوس الاعلى جنب النبع السلام على طرف الاصر او هو اصر النبي يعني ايه يا رب يعني سيبهالك بس قولي برد رميق قولي 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 انا عايزة قبقى جنب النبع على طرف السلام يا في الاصر يا جو يعني اكيد اهو ما احنا هو من سعر الحاجة لله لله